صرح مصدر أمني أنه بتاريخ اليوم الثامن من أكتوبر الجاري وأثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية قام أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة النارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي وأوضح المصدر الأمني أن إطلاق النار أصفر عن وفاة إثنين من أعضاء الفوج واحد وأحد المصريين وإصابة آخر مؤكدا أنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة وكدى المصدر الأمني أنه يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاق